السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم لدينا حصة التعبير الكتابي كتابة رسالة شخصية هنا لدينا رسالة قصيرة رسالة سنقرأها صديقتي فيروز البلدة فيه هنا البلدة يعني المدينة كتكتب الإسم دي المدينة دي ل смож تكتب الرسالة دي المرسل هنا المدينة دي المرسل وفيه كتكتب تاريخ اليوم اللي كتبت فيه الرسالة صديقة فيروس تحية طيبة مباركة هنا أول حاجة كنت بدأ بها هي التحية إلقاء التحية وبعد بعد كنت بدأ في الموضوع دي للرسالة دينا وبعد فيطيب لي أن أبعث إليك بهذه الرسالة راجية أن تجدك وأفراد أسرتك المحترمة في أحسن حال لا يخفى عليك صديقتي أن العطلة على الأبواب ويسعدني كثيرا أن تقنعي والديك بالقدوم إلينا لتتعرى في مدينتي وما تزخر بها من معالم قديمة وختاما دمت لي صديقة وفية صديقتك عائشة والسلام كتدير التوقيع ديالك صافي؟ دبا قد اندوزو شوفوا الأقسم ديال الرسالة مناش كتكون الرسالة أكتسبوا مهارة كتابة رسالة شخصية باش تكتبوا واحدة الرسالة شخصية يعني اللي يعني سليمة وصحيحة تكتبع هاد الأقسم هادو ها هي أقسم الرسالة الشخصية ووظيفة كل قسم مثلا القسم الأول شو كنكتبوه فيه؟ اللي كيتسمى تقديم الرسالة تقديم ديال الرسالة شو كنكتبوه فيه؟ البلدة اللي وريدكم يعني المدينة وكتكتبت تاريخ ديال اليوم اللي كتبتي فيه الرسالة والاسم ديال المرسل إليه يعني ذك الصديق ديال اللي غد تصفت لبحث صديقي أحمد صديقي كريم صديقي صفي وإلقاء عبارة التحية ها نوريكم ديال القسم الأول من الرسالة الشيء ها هو القسم الأول من الرسالة هادي نسترعليه نفرقوه ما بالأقسم ها هو القسم الأول صفي؟ ها هو القسم الأول شنقنا فيه؟ فيه البلدة والتاريخ يعني المدينة والتاريخ فيه الاسم ديال المرسل إليه صديقتي فيروز يعني كتدير الاسم ديال الصديق اللي غد ترسله يعني سواء كان صديق ولا فرد من أفراد العائلة وإلقاء التحية تحية طيبة مباركة ولا تحية عطرة ولا سلام حار يعني كتلقي التحية ديالك صفي؟ هذا هو القسم الأول من الرسالة ويسمى بتقديم الرسالة نكتبه فيه اسم المرسل إليه المدينة والتاريخ وإلقاء التحية دابا ندوزو القسم الثاني القسم الثاني من الرسالة شنو كان وجدو فيه؟ طرح الموضوع الموضوع ديالرسالة اللي بغي علاش اللي من أجلوك تبنى ديالرسالة رفع التحية والسلام إلى جميع أفراد الأسرة كنت سلمو على يعني على الأفراد الأسرة دياله المرسل إليه ودعوة الصديقة وأسرتها إلى زيارة المدينة تلبط صاحبتها جيد زرها المدينة ديالها جيدها وتشويق الصديقة إلى ما ستعرفه من مآثر تاريخية ومعالم حضارية دا بغي نحددو الجزء الثاني هو هذا قسم الثاني من الرسالة هو هذا سوف نقلنا في القسم الثاني القسم الثاني فيه رفع التحية والسلام إلى جميع الأفراد الأسرة يطيب لي أن أبعث بهذه الرسالة راجية أن تجدك وأفراد أسرتك المحترمة في أحسن حال هذا هو إلقاء التحية على أفراد الأسرة دعوة الصديقة وأسرتها إلى زيارة المدينة لا يخفى عليك صديقتي أن العطل على الأبواب ويسعدني أن تقنعي والديك بالقدوم إلينا هذه الدعوة ديال الزيارة ثالثا تشويق الصديقة إلى ما ستعرفه من مآثر لتتعرف مدينتي وما تذخر به من معالم قديمة ها هو تشويق إذا بدأت تشويقها في المدينة ديالها ستجي عندها قتلها فيها معالم قديمة ومآثر تاريخية وذلك تشويقها ستجي تزورها تفهمنا؟ قلنا هذا القسم الأول في التقديم هذا القسم الثاني فيه الموضوع وفيه إلقاء التحية ولا رفع التحية إلى جميع أفراد الأسرة القسم الثالث شنو فيه والأخير فيه ختم الرسالة كنختم الرسالة ديالنا شنو كنديره فيه؟ توضيع المرسل إليه كنسل المعلي سفيك نودعه روصلنا إلى الختم الرسالة والدعاء له وكتدير والسلام والتوقع ديالك صافيه هو القسم الثالث والأخير يعني كنختم الرسالة كتدير فيه عبارة ديال وخيتاما ولا وفي الختام ولا أخيرا شنو كنصافي الختام دومت لي صديقة وفية هذا الدعاء كتطلب من الله باش تبقى لها باش تبقى صديقة وفية لها صافيه كتدير الاسم ديال المرسل صديقتوك عائشة ده باش كنكتب هذا الرسالة واش فيروز ولا عائشة اللي كتبنا الرسالة هي عائشة يعني اسم المرسل هو اللي كيكون في الأخير كتكتب اسميتك صديقوك ولا صديقتوك وكتدير الاسم ديالك صافيه والسلام التوقيع وكتوقع رسالة ديالك تفهمنا؟ هده هما أقسام الرسالة تقديم الرسالة الموضوع وختم الرسالة أتدرب وأطبق أوضف المهارة في جمل أتدرب على كتابة رسالة شخصية اتباد البلدة يعني في هذه الرسالة اللي غادي تكتب أدي تدير البلدة والتاريخ اسم المرسل إليه وإلقاء عبارة تحية بحال ليسعدني أن أخبرك بوصول رسالتك أرجو أن ترفع سلامي إلى أسرتك كم كانت سعادتنا كبيرة سأحضر دكاغ لنتعرف على مدينتك أشكرك صديقتي وإلى أن نلتقي تقبلي مني يعني عبارات السلام والإحترام والتقدير السلام ثم التوقيع سأحصلوا إلى احد المسلم أحدهم يجب أن نرى أحدهم أن نرى تكمل الرسالة بحال مثلا يجب أن نرى أول شيئا أن نرى التقديم قلنا أصدقاء العزيزة عائشة أنا أصدقاء مرسل إليه البلدة والمدينة الرباط في 9 أكتوبر 2020 هذه إلقاء التحية تحية طيبة مباركة وبعد يسعدني أن أخبرك بوصول رسالتك المفعمة بالحب والإحترام وأرجو أن ترفع سلامي إلى أفراد أسرتك الطيبة كم كانت سعادتنا كبيرة ونحن نقرر زيارتكم في العطلة المقبلة ويصرني إخبارك بأنني سأحضر رفقة والدي لنتعرف أكثر على ما تدخر به مدينتك من معالم أثرية وحضارية تقبلي مني صديقة العزيزة أزكى عبارات الشكر والإمتنان ودوام الصحة لك ولجميع أفراد الأسرة صديقتك فيروز والسلام التوقيع هذه فيروز وصلتها الرسالة إلى صديقتها عائشة وردت عليها أستعد للإنجاز أكتب رسالة إلى صديقي أو صديقتي أطلب منها أو منه أن يذكر لي أهم المعالم الحضارية التي تزخر بها مدينته أو مدينتها دابا جاء الضور ديالك لكي تكتب واحدة الرسالة لصديقك ولصديقتك تطلب منه يذكر لك لكي تتميز المدينة دياله وشنهما المعالم الحضارية والتاريخية اللي موجودة في المدينة دياله باش أنت تمشي تزور داك المدينة صفي؟ هنا أكتب رسالة إلى صديقي أو صديقتي أعرفه فيها بمدينتي وأدعوه لزيارتها دابا هذا ما غا تصل الرسالة غاديكتب رسالة جوابية غاديكتب صديق دياله غاديكتب مدينتي تزخر بكذا وكذا وغاديكتب لقاع المآتر التاريخية اللي موجودة في المدينة دياله دابا غا تتبع الخطوات اللي دا جا شفنا ديال أقسام الرسالة شنه يكون في القسم الأول قسم الثاني والقسم الثالث دابا هذه الرسالة الأولى اللي كتلب من صديق ديال كل مصديقتك يعرفك بالمآتر بالمآتر الحضارية والمآتر التاريخية اللي موجودة في المدينة دياله أنا أدرك لكم مثال صديقتي كوثر وقد دير المدينة والبلدة فاس في العاشر من أكتوبر 2020 إلقاء التحية تحية طيبة وأشواق حارة وبعد يسرني أن أكتب لك هذه الرسالة وأتمنى أن تجدك وأفراد أسرتك في أحسن حال وإنه لمن دواع سروري أن أقوم بزيارة مدينتك الجميلة خلال العطلة الصيفية ولهذا أطلب منك أن تذكري لي أهم المعالم الحضارية التي تذخر بها حتى يتسنى لزيارتها وفي الختام تحية عشرين 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 وواحد وعشرون ولا تنسي أن تبلغيهم سلامي الحار جوابا على رسالتك فأنا أهنئك على اختيار مدينتي كوجهة لقضاء العطلة الصيفية يمكنك زيارة مسجد الكتبية وقصر البديع وحدائق المنارة وساحة جامع الفناء والأصوار التاريخية والأبواب القديمة إنها بالفعل مدينة تغري بالزيارة والاكتشاف وإلى أن نلتقي تقبلي سلامي وتقديري صديقتك الوفية كوفر والسلام التوقيع وبهذا نكون قد أنهينا حصتنا لهذا اليوم إلى حصة مقبلة بحول الله